السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة شخصيات آخر الزمان يهتم بها معسكر الإيمان الناس اللي مستنية ظهور الإمام المهدي مستنية مفتاح من مفاتيح الأحداث يتحقق وزي ما كلكم عارفين أن شخصيات آخر الزمان هي التي ستؤكد لنا أننا في زمان المهدي حتى للناس اللي بتشك في الأمر ولذلك الموضوع برضو لازم تفهم أن علامات ما قبل المهدي عمل زي العقدة المنفرد ولكن إذا انفرط تتوالى الخرزات أو العلامات إن شئتا قل واحدة تلواء الأخرى ولذلك الناس اللي بتستنى هذه العلامات حسبها غلط لأنه هم مستعجلين وعايزين الموضوع يحصل ولازم في سيناريو وتصور معين لا بد أن يتحقق لازم تظهر شخصية من شخصيات آخر الزمان في كل بلد من البلدان اللي احنا بنسميها مسرح الأحداث هيكونوا وزراء للمهدي وهيكونوا نجاباء للإمام المهدي ومساعديه في المرحلة القادمة هؤلاء إذا ما ظهروا اعرف خلاص إن مسألة ظهور المهدي قاب قوسيني أو أدنى يبدو أننا على وشك ظهور شخصية من شخصيات آخر الزمان كلام مهم جدا تابع الحلقة من أولها لآخرها واضغط على زر الإعجاب لايك عايزين نواجه المشاكل اللي بتقابلنا اللي مش عايزين نوضحها ونتكلم عنها أكتر من كده في الحقيقة أرسل إلي أحد الأصدقاء في القناة رؤية هذه الرؤية أيها الأحباب أنا باعتبرها إن هي غريبة جدا وتتطابق مع ما أتكلم عنه منذ فترة تعالوا طبعا أنا هذه الرؤية هقدر أقول لك نصها وهقدر أعرض ليك نصها وهقول النصف الثاني من غير ما أعرض لأن في أسماء مش هينفع إن هي تعرض في القناة وفي نفس التوقيت لازم إن إحنا يبقى عندنا نوع من أنواع الذكاء وفي التعامل مع الأحداث يقول الرجل منذ أكثر من ست سنوات رأيت أني أقف في صالة البيت وسمعت صوت في الهواء من فوق بسطت السلم بقليل يقول باللغة العربية هيا بنا إلى المهدي والسلم في الواقع مكشوف للسماء ولم أعرف صاحب الصوت ولكن كان معه الحسين سيدنا الحسين ابن علي وهم متجهون في الهواء ناحية السعودية وكانوا يطيرون في الهواء فعلمت أن المهدي سيظهر بعد سبع سنوات أو سيحكم سبع سنوات ولكن الذي غلب على ظني أنه سيحكم سبع سنوات ولم أكن في هذا الوقت أعلم شيئا عن المهدي إلا سمع اسمه من البعض وهذه يعني برضو رأيت أيضا بيكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم راكب ناقة أو جمل وأمامه صنية وهي إناء دقيق الجوانب دائر الشكل فيها ماء وكان واقف عند باب البيت من الداخل ومعه فارسان على خيولهم لم أتحقق منهم إن كان أبو بكر فيهم أم لا ثم قال لي تعالى معنا في الصحراء لتدافع عنا لأن معنا الماء وازدئاب تهجم علينا وتشرب الماء وليس معنا سلاح ولا نستطيع الدفاع عن أنفسنا لكن أرى ملامحه ومن معه فكأن أهلي سمعوا ما ضار بيننا وأخذوا يجهزوا لي فرسا وكان ثلاثة فرسان في البيت معي فجهزوا أصغرهم فقلت لهم هو ده يقدر يمشي في الصحراء جهزوا الكبير وكان صغيرا أيضا بعض الشيء فجهزناه أنا وأخت ليه أكبرنا وأمي من رأيتهم وكأنهم الباقي أيضا فقلت أدفئ نفسي النبي ذهب وأنا لم أمشي من قبل في الصحراء ثم كأن أولى الطريق مكان مجاور متجه ناحية السعودية ورأيت كنت في البيت ومعي أربعة رجال لغاية كده مش عرف أكمل لأنه نخش في الأسماء اللي أنا قلت لكم عليها ومعي رجل فلان رجل ده من المشاهير من الناس المعروفين جدا ومن الشخصيات اللي ظهرت في إحدى الدول العربية معروف جدا للناس وكأنه قد خرج من مكان ما وأنا في البيت وكان يلبس الأزرق وهو مبتسم ومتجه ناحية الشرق وأنا أنظر إليه فعلمت أنه فلان لقب وأن أختي من خمس أو ست شهور تقول أن رجل دخل هذه البلدة والناس في رعب منه هذه الرؤية أيها الأحباب تؤكد لنا في إجمالها أننا على وشك أحداث كبيرة وأن محرك هذه الأحداث شخصية من شخصيات آخر الزمان وهي بالمناسبة ذكرت في الرؤية بالإسم ذكر هذا الشخص بالإسم شخص معروف هذا الشخص معروف للجميع يعني سيظهر من جديد على الساحة سيقلب الموازين وسيتجه نحو الشرق خد بالك نحو الشرق دي يعني بيت المقدس نحو الشرق بيت المقدس وهذه إشارة إلى أن هذا الرجل سيكون من أهم الداعمين للمهدي في معركة تحرير بيت المقدس اللي هيحررها بإذن الله الإمام المهدي وظهور الحسين ابن علي وهو متجها ويطير إلى السعودية معناها للإمام المهدي آل البيت رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولا ألا وهو الإمام المهدي الحسين يرمز في هذه الرؤية للإمام المهدي لأنه من آل البيت والمهدي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولا وظهور أبو بكر إشارة واضحة إلى العودة على منهج الخلافة الراشدة قريبا من جديد وقول الرائي ست سنوات شاف الرؤية وأن المهدي سيظهر أو سيحكم بعد سبع سنوات كأنها إشارة مش عايزين نحدد مواقيد كأنها إشارة لاقتراب الأمر بشدة لاقتراب الأمر بشدة وظهور الرجل كلها لها إشارات ودلالات همة جدا جدا ظهور الرجل اللي قلتلكم عليه أن هيقلب الموازين وهيوسام في تحرير بيت المقدس كل اللي في الرؤية إيه اللي خلاني أطلع أتكلم معاكم في في هذه أو في هذا التوقيت بالتحديد لإني شايف أن على أرض الواقع بقى على أرض الواقع بعيد عن هذه البشارة هل فعلا نحن على وشك ظهور شخصية من شخصيات آخر الزمان عايز أقولك مش شخصية واحدة أكثر من شخصية في وقت واحد في وقت واحد وتذكروا كلامي هذا جيدا ظهور أكثر من شخصية من شخصيات آخر الزمان في وقت واحد ويعني الأماكن اللي كلكم عارفينها وتكلمت معاكم فيها في أكثر من حلقة شوف أماكن مصرح الأحداث التي ذكرت في النبوءات وأنتم مدربون أنتم مدربين ومعانا في القناة الناس بقى اللي متابعيننا أكيد عرفتوا أماكن وبؤر الصراع كل مكان من هذه الأماكن سيظهر فيها شخصية من شخصيات آخر الزمان ومش شرط أنها تكون شخصية مؤيدة ممكن تبقى شخصية معادية زي السوفياني يعني مش عايز أن أنا أطول عليكم انتظرونا بإذن الله بعد قليل مع حلقة هامة جدا بنتكلم فيها معاكم على موضوع مهم ومعلومات هامة جدا لا تعرض معكم إلا يعني في تعتيم كبير بيتم عليها تابعونا جيدا في هذه الأيام التي أزعم أنها أيام حاسمة بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته